السلام حبيباتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واللي ما مشاركش في القناة يشاركوا ويفعل جرس باش يوصلوا الجديد وما تنساوش لايك إلا عجبكم الفيديو وكنت سبقلي ووجدت معكم البطبوط وكنت وعدتكم بأنني غندير معكم حشوات واليوم اجبت لكم جوجة الحشوات اللي كيكونوا بابدين يعني بلا طياب كنتمنى يعجبوكم وبصحة والراحة ونمشي والمقادير ودبان بداوب المقادير دي الحشوة عندي الدراو عندي وحجو جولب دي البطون عندي خيزو والخيار اللي انا حكيتهم بحكة كرقيقة عندي ماطيشة صغيرة كيتشوب مايونيز وعندي الخص بحكة كرقيقة وطبعا عندي البطبوط الصغيرة اللي انا كنت سبقلي وجدته معكم بحكة وده بغن نحط كل شي غاد نخلطه مزيان مع واضياته وطبعا عندي مايونيز كيتشوب كيبقى اختياري اللي بتوزينو بيه وده بغن نعمر البطيبطات ديالي حشوة اللي كتجي باردة وغزالة في هاد الصيف وان شاء الله من بعد راه مازال غندير معكم بزاف ديال الحشوات اللي كيكونوا طايبين ونمشي على هاد طريقة حتى نكمل البطيبطات اللي عندي ونبدأوا في الحشوة الثانية ان شاء الله وحشوة الثانية اللي عندي هنا واحد البيض طبعا تديرو على حسب البطيبط اللي بتديرو عندي واحد واحد ديال كاشير متوسطة وطبعا عندي الفرماج اللي انا حكيتو البيض كتديرو على حسب دكش اللي بغيتو ثلاثة او الاربعة وطبعا كيتشوب مايونيز حتى هما كيبقوا اختياريين وتقدروا تزيدو الخص مهم انا غادي نكتافي بحل هكا وغان بدا دا با كنعمر في البطيبطات هاد الحشوة كتجي صراحة غزالة 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 و الدي دا كينما شفتو دابا اه غنبقى بحل هكا حتى تنسى لهم ان شاء الله وانتلاقعوا ها شكرا لكم على التعليق الزوينة وعلى التفاعل الدائم وعلى التجهيل اللي كتشجعوني وكنقول لكم شكرا لكم بزاف وكنبغيكم بزاف 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 وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد وإلى اللقاء للفيديو القادم إن شاء الله